اتصدقين اني انا ما احب الشهرة وهذه اختي جاعدة وسألوها انا اقول دايما هالجملة اني انا ما احب بكون مشهورة احب اغني هذا داخلي الموسيقى والغنى هذا شي داخلي ما اقدر استغني عنها لكني ما احب بكون مشهورة ترى المشهور مش مرتاح مش مبسوط المشهور ايه التحديات يعني ايه بتبقى المشكلة انك تبقي مشهور اني ما اخد راحتي بحياتي تبسط والله يعني مش دايما لا مش دايما مش دايما فيه فلوس كتير على فكرة انتو طب مين الفنان الغني يعني كل ما اقابل فنان الحمد لله كلنا اغنية لا كلنا اغنية الحمد لله يعني كل ما اقابل حد يقولي مش غني قالت المطربة نوالي الكويتية انا لا احب الشهرة لان المشهور مش مرتاح ولا مبسوط ولا تعمي ليه الالقاب بقدر حبي لجودة اي عمل فني او غنائي واضافت خلال لقاءها مع برنامج بيك تايم الذي يقدمه عمر اديب واصالة مش دايما فيه فلوس كتير ولكن الحمد لله كلنا اغنياء ولفتت بنتي حنين هي قلبي وعيني وروحي وحبيبتي وهي واحدة ربنا اكرمني بيها ونشأت وكبرت مثل ما انا كنت متصورة وحطها في بالي طبختها زي العجينة وهي نوال الصغيرة واول سنتين بعد انجابها ما اشتغلتش ولا شيء كنت مهتمة بيها بس وممنوع اي حد يلمسها معاد ابوها واختها نجات تابعت بنتي نجات طيبة واسكى مني وتكتم اصرار اصحابها ودحترم الناس لدرجة معينة واي حد يشوفها يقول اكبر من سنها واضحات نوال الكويتية زوجي كان ماسك شغلي ومسؤول عن البوماتي 13 سنة وكنا اصحاب ومهم جدا وجوده في حياتي قبل الزواج وبعد الزواج لان مش على المبدع وخلاني يتقدم في الموسيقى الخالجي معبرت نوال عن سعادتها بغناء تتر مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غاد عبد الرازي الذي يعرض حاليا في رمضان